صباح الخير لكل الاطفال الحلوين والحلوات انا انواري الانوار وانا سعيدة اني معكم اليوم في لقاء جديد من اللقاءات يا طير الطاير مثل ما شفنا وتعودنا في اللقاءات السابقه طير الطاير بياخدنا رحلات وجولات بيقلنا على اماكن جديدي على بلاد اشتقنا لها نتعرف عليها ومنشوف معالمها متشوف اشيه اللي بتميزها بس اليوم لقاءنا خاص لقاءنا على ربيع بلادي في كتير مناطق رح نتجول مع بعض في اكتر من منطقه ونتابع شو صار بفصل الربيع تعرفوا انو انتو في البيت في فتره الحجر السحي انتهى فصل الشتاء وابتدى فصل الربيع رح نشوف مع بعض اليوم شو التغيرات اللي صارت حوالينا في فصل الربيع شو رح نشوف رح نتجول مع تيري الطاير في جولي فيديو ممتع رح نشوف ايش حدث للشلالات والوديان بعد المطر شوف ايش حدث للأظهار في بلادنا الحلوي رح نشوف الحشرات شو بتعمل في فصل الربيع ونتعرف على الاشجار ونشوف ايش تغير فيها وايش بتعمل الطيور واهم شي رح نتعلم افكار كيف ممكن نستدعي فصل الربيع لعننا على البيوت اذا متشوقين وحابين تفضلوا ترافقوني رح نبدأ مع بعضو من قلو لطير الطاير يا طير الطاير طيروا علي فينا وودينا على ربيع بلادي حبايبي مثل ما شفنا برحلتنا هذه مع الفيديو اللي تابعناه من شوي شفنا الطبيعه في فصل الربيع بتاعنا نشوف شو شفنا اول شي اكتر اشي تغير في الربيع هو انه بعد ما نزل المطار ونزلت كميات غزيري من الامطار الشلالات لشت الدفق صار فيها مي اكتر والوديان اللي كانت جافة قبل لحد فصل الخريف اتعبت مي مثل وادي سلامي وادي القرن او وادي عمود في مناطق الجليل في الشمال مثل وادي اسكندر في مناطق المثلث وادي القلط في مناطق القريبه من القدس تعطي نشوف الربيع شو صار فيه شفنا اظهار من كل الالوان وهي ميزة فصل الربيع انه الربيع بغطي الطبيعه بازهار بريه من كافه الالوان الاحمر والاصفر والزهري والابيض وشفنا مني شوي كمان بنفسجي طيب هاي الازهار في منها انواع فيه انواع بتميزها منطقه معينه يعني فيه اظهار بتنبط في منطقه وما بتنبط في منطقه اخرى تعطي نشوف شو اظهار بلادنا الجميله في عنا الصفير والاقحوان الصفير بتواجد كثير في مناطق الجليل يعني سخنين ودير حنه وعرابه وكوكب ونحف ودير الاسد والبعني ومجلي كروم بس كمان بتواجد في صحراء النقب الغربي رغم انه صحراء بس رح نشوف اليوم انه هاي الصحراء فيها كثير اظهار بتبقى معبيه هيكه مناطق خاصه فيها طيب شو منعرف احلى زهره بتشدنا منظرها شقائق النعمان من شهر شباط لما كان بعده فصل الشتاء بلشت تنبط شقائق النعمان الورده الحمره هاي الحلوه اللطيفه اللي بتعبي هيكه مساحات شاسعه منحس الارض كلها كأنه سجاده حمره كأنه بساط احمر هاي الزهره فيها ميزي انه كثير ناس بخربتوا بينها وبين نبتة البرقوق المفروض انه شقائق النعمان نبتت بشهر شباط بس هي بتضل اواخر لهاي الفتره لبدايه فصل الربيع ومنشوف بطلع معنا كمان منها الف الوان متنوعه في كثير مناطق عنا منشوف مش بس الاحمر منشوف البنفسجه منشوف الابيض وهذا احيانا اذا انتو بتطلعوا جولات كنتو في الطبيعه كنتو تشوفوا انه هيكي طلع الالوان هاي اقل يمكن شوي من الاحمر بينما منطقه الناصره احراج صفوري مثلا فيها كثير من الالوان الليلكيه هاتا نشوف كمان هاي الزهره بتشبه اخرى زهره اللي في ناس بسموها البرقوق او الخشخاش واللي هي اسا بتطلع بهاي الفتره باول شهر نيسان منلاقيها ام عبي بس انتبهوا للفرق في زهرت شقائق النعمان كان شكل الورقه مدور كان الخاط خط منحني مدور بينما في البرقوق او الخشخاش منشوف انه الراس حاد اكتر تبهوا على شكل الراس قريب حتى من المثلت راسي الورقه وهي النبتي كمان اللي بتعبي المساحات الشاسعة اسا اللي هي الخشخاش في كمان نبتي بتشبهها جدا هي قرن الغزال قرن الغزال كمان بطلع بالوان متنوعة شبيهه جدا بالبرقوق وجبيهه جدا بشقائق النعمان بس بكون اللي درني اكبر بداخل الارض درنتو كبيري مثل البصلي بتكون تحت التراب طيب في كمان نبتي كتير متميزه بلادنا ظهره السوسن الجميله ظهره السوسن ميزتها انه بتطلع بالوان متنوعة بس بالوان متميزه وتنشر في اكتر من منطقه يعني ممكن نشوف ظهره السوسن في جبال الجليل وممكن كمان نشوفها في صحراء النقب وممكن نشوف السوسن في الناصره تحبوا تشوفوا تتابعوا معي الوان ظهره السوسن تبهوا انه تطلعوا كتير ظهرات مع بعض بكونوا بنبتي واحدة طالع منها سيقان كتير وكل ساق حامل ورده او كل بالنهاي وهدول بكونوا صح مش يقراب كتير على نباتات تاني بس في منطقه بكون موجود فيها ظهرات السوسن في ناس كمان بسموها ظنبقه الساحل لسوسن الساحل في ناس بسموا بناتهن سوسن على اسم هاي الظهره الجميله اللي بتميز بلادنا نشوف هذا السوسن في الجليل انتبهوا درجات البنفسجي فيه ونشوف سوسنه الناصره اللي بتتميز انه فيها البياض اكتر من اي هاي منطقه تاني هي نفس الظهره بس بتاخد اللون الابيض والبنفسجي الفاتح المرقط او المنقط في عنا سوسن منطقه جبال القلبوع منطقه بيسان اللي بسموها كمان سوسنت فقوعه لانه هاي الجبال كمان في ناس بسموها جبال فقوعه وهي السوسنه اللي في منطقه القلبوع ومنطقه بيسان هاي هي اللي بتاخد لون البنفسجي اللامعه شوفوا ما اجملها في بعد كمان سوسن بطلع عنا في البلاد اكيد اطفال النقب كمان بيشوفوا السوسن اللي بطلع في النقب وسوسن النقب كمان الو ميزه انه في منه لونين فيه البنفسجي الغامق وفيه البنفسجي الفاتح انتبهوا انه هذا اللون ما شوفناهوش بعد في المناطق اللي قبل شوفنا الناصره فيها الابيض وشوفنا البنفسجي بدرجات من منطقه سوسنه فقوعه او جبال القلبوع ومن النقب بس فيه بالنقب اللون البنفسجي الفاتح اللي هو بارس جدا طيب قبل ما ننتقل للحشرات في الربيع شوفنا كيف الطبيعه تتلون منقسه بالازهار الجميله بس مين اكتر حدا بستفيد من هاي الازهار و بستمتع فيها كمان الحشرات بتستمتع فيها الحشرات شو بتعرفوا حشرات الفراشي مثلا النحلي الجندب شو كمان النمل صحيح النمل كمان حشرات شو كمان مش سمعتش ذكرنا الفراشي النحلي النمل والجندب طيب لهاي الحشرات بتستمتع كتير بانه هي تقافز او تتواثب او تقفز تنط تلعب بين الازهار بس في حشرات كمان بستمتعوا بانه ياخدوا من هاي الازهار الرحيق تحبوا تشوفوا معي كيف النحلي بتاخد الرحيق من الوردي او من الزهره وكيف بتجمعوا عشان تاخدوا تعمل منه عسل تتذكروا وقلنا بتعرفوا انه النحل بعيش في عائلات بشتغلوا بمملكه بسموها لانه في الها ملكه النحل والنحل بجمع هذا الرحيق اللي باخده من الازهار وبحطه في الخليه حتى يصنع لنا العسل الصحي والمفيد طيب هاتلا نشوف هاي النحلة كيف بتماص الرحيق شايفين كيف النحلة بتقرب على الزهره هي بتعرف بالظبط وين الرحيق موجود وبتاخد منه عشان تجمعوا تحبوا تشوفوا كمان شغلات قلنا شو صار بالشلالات قلنا شو صار بالازهار قلنا شو صار بالحشرات تعالوا نشوف شو صار بالاشجار تعرفوا انه في عنا نوعين من الاشجار في اشجار اللي بتضل خضره كل السنه اللي منسميها اشجار دائمه الخضره زي اي شجر صحيح الزيتون شو كمان اشجار الحمديات البرتقال والمندلينه والغريبي فروت صحيح طيب هاي الاشجار بتضل خضره بس في اشجار كانت عرياني بفصل الخريف وبس لما نزل الشتاء او الاخر الشتاء تشوفنا انه بلشت تصير خضره زي اي اشجار صح شجر التين شجر الرمان العنب بالدوالي مظبوط الاشجار اللي منسميها نفضيه او وتساقطت الاوراق اسه مع الربيع رجعت انبتت من جديد وخضرت طيب شو كمان صار في الطيور الطيور له العصافير اللي كانت هرباني من البر بنفصل الشتاء من الشمال ونزلت على الجنوب اسه بترجع على الشمال وبتبدأ تعمل اجواء ممتعه اللي انتو لما بتفيقوا الصباح بتقعدوا تتسمعوا على زقزقات العصافير وتغريد البلبل طيب انا بدي اسأل معكو اسه سؤال احنا احنا موجودين في البيوت مش عم نقدر نطلع نستمتع بهاي الطبيعه ونتفرج عليها وننبسط معي الطيور ومعي الحيوانات الحشرات ومعي الازهار ومعي الاشجار بس شو منقدر نعمل لحتى نجيب الربيع لعنها البيوت فكروا معي اول شغل منقدر نعملها انو نعتني بالحديقه بنفع انو احنا موجودين في البيت نساعد البابا والماما بنسقي كل يوم الوردات او النباتات اللي مزرعين عنا انتبهوا منيح انو ما بنسقي بالنبريج او بخرطوم المياه الكميات الكبيره بنعبي بوعاء ونسقي شوي شوي حتى نحافظ على الماء حتى ما نسكو بكميه كبيره من الماء طيب ولا ما عندوش حديقه شو ممكن يعمل ممكن يزرع في الشرفي في البلكوني ممكن نجمع كتير ازهار عنا في البيت وحتى لو ما عنا احواض ملائمه ممكن اي وعاء بتكوش اياه في البيت سطل دلو او علبي فاضيه ممكن يتحولوها لقسيس ولحوض لزراعه الورد واكيد هي كمان رح يكون متعلى للكو انو تراقبوا كيف بتنبط هاي الظهره او هاي النبتي وكيف بتكبر وتخضر شو كمان ممكن نعمل اذا معناش شرفي معناش حديقه معناش بلكوني طب وين بدنا نزرع ممكن نزرع عالشبابيك ناخد شباك لغرفي ومنحط فيه جنبه احواض ورد ومنعتني فيهن بشكل يومي وانتبهوا انو النباتات حتى تعيش بحاجه لضوء وبحاجه لهوى طيب بعد ما استدعينا هاي بعد ما زرعنا هاي النباتات وعبينا تابعنا الحديقه او يعني تعطي نشوف اعتنينا بالحديقه او اعتنينا بالبالكوني زرعنا في البالكوني او زرعنا على الشبابيك شو كمان ممكن نعمل اشي حسسنا بالربيع في البيت ممكن نزرع التوابل اللي كمان نسه بتحسنا بالربيع فيها في البيت النعنع المرميه الزعتر الاكليلي الجبال ممكن نزرعهن باحواض صغيري وممكن نستفيد منهن تعرفوا انه تقدروا هاي تعملوا منها منها مغلي او منقوع تحطوا النعنع بقلب كاسه ماي وتعطي ناكها كتير زاكيه وبنفس الوقت بتعطي صحه ومفيده وممكن انتو تتابعوا مع الماما انه تزرعوا هاي الشغلات وتشوفوا شو ممكن تستفيدوا منها تشوفوا مثلا لايش منقدر نستعمل الزعتر لايش منقدر نستعمل الميرميه ولايش منقدر نستعمل النعنع حوض النعنع هوني شايفين ما احنا شايفين طالع اخضر بين الزهرات اللي ملونين محتفي بفصل الربيع مبسوط طب ممكن نعمل كمان فكرة حلوي ممكن نستدعي العصافير يعني ممكن نخصص ركن صغير في البيت ممكن في الحديقه ممكن في البلكوني ممكن في طرف شرف صغيري وهذا الركن نحط فيه اكل او طعام اللي بشد بجذب العصافير وبناديهن بخليهن يجو لعنا شو حسب رايكو بحبوا العصافير ياكلو عشان نحط لهن في هذا الركن بحبو الخبز صحيح بحبو كمان البرغل مظبوط البرغل اللي بتحطوه في المجدره او في التبولي في ناس بسموه سميدي اللي هو من قمح ومطحون هذا البرغل بس تحطوه في حوض على طرف البلكوني رح تشوفوا اكم من طير رح يجي اللي عندكو ممكن كمان تحطو رز العصافير كتير بتحب الرز و اول ما منحط الطعام للعصافير او للطيور رح نشوف الحمام رح نشوف الامام او الرقطة رح نشوف الدوري رح نشوف طير المايا هادول كتير بيجوا حواله البيوت تحبوا تشوفوا معي هذا الفيديو في بلكوني صغيري كيف من بلكوني صغيري يدروا هادول الاطفال يحضروا منظر جميل يمتعهن ويتعرفوا فيو على الطيور هادول الاطفال اللي رح نشوف الفيديو تاعهن اسا هني جمعوا في بلكونيتهن مجموعة نبتات وحطوا رز وبرغل وخبز وماي وصارت الى الطيور تيجيت تتوكل عندهن اذا بتحبوا استمتعوا معاي حتى نشوف لانه بعد ما هني شافوا الطيور كمان رجعوا للموسوعة وتعرفوا على اسماء هاد الطيور تفضلوا معاي انتابع يا طير الطير طيروا علي وودينا لعند العصافير منتبهين حبايبه شايفين نحن هون عصفور الدوري كيف بيجي على حوض الورد عشان يوكل منه وشايفين الحمام او اليمام اللي في ناس بقولوله الرقطي بعد شوي راح نشوفوا على جنب البلكوني لفوق وشوفوا قديش عدد العصافير اللي جايين يستمتعوا بهذا الاكل وقديش اهل هذا البيت استمتعوا فيه طيب احنا اليوم عن شو حكينا احنا اليوم شفنا الطبيعة في فصل الربيع شفنا الشلالات وشفنا الازهار وشفنا الاشجار شفنا الحشرات وشفنا الطيور وحكينا بعض الافكار الحلوه اللي ممكن احنا نستفيد منها ونستدعي فصل الربيع اللي عنا على البيوت وانا بتامل انه انتوا استفدتوا من هاي الافكار وتستمتعوا فيها ولهون لقاءنا اليوم من تاري الطاير راح ينتهي بس بحب انه قبل ما انهي اذكركم انه اي حدا فيكو بحب يتشركنا في رحلي لبلاده او يخدنا على منظر هو يحابه او على موقع مفيد في عندكو امكانيتي بعتولي على ايميلي اللي ظهر على الشاشة او على صفحتي الفيسبوك باسم انوار الانوار قبل ما انهي بحب اشكر المراح الانوار اللي جهزتلي الفيديو الاول للربيع واشكر المفتشي فاطمة قاسم اللي ساعدتني في تنسيق الصور واشكركم على متابعتكم واتمنالكم ايام سعيدة وممتعة واتبهوا لصحتكم وطير الطاير راح يرجع معنا كل مرة في رحلة جديدة في مكان ممتع ومزايا جديدة ونتعرف على اشيه جديدة والسال هون بقولكو الى اللقاء